هونتش راح تبقى رئيسنا دي؟ قلس كنت بقيلة في السهور وحطينلي سؤال مهم كده لا والله قال الواحد الحمد لله انا عنده طموح كويسة جدا زي ما كنت لعيب وكان عنده طموح نفسه وصلاة الحمد لله وصلت لمنتخب مصر اه في سن كبير بس كان عندي رغبة اللي انا لعب في منتخب مصر وقديت والحمد لله لعبت في 11 نادي الحمد لله ما عملتش فهم اي مشكلة ما عملتش مشكلة مع اي مدرب اه وده الحمد لله اللي انا بطلعه لابني اللي انا اعلمه ازاي اه ما يجي روح نادي يروح يشتغل بس ما يفكرش في مشاكل ما يفكرش تلمشي غلط ما يفكرش التركز اللي عندك هدف عاوز توصله هتوصله اه زي ما اشتغلت وانا لعيب كرة وبدأت واحدة واحدة نفس اشتغل في التدريب واحدة واحدة بس المعظم الناس دلوقتي والاندية اللي بيبقى عنده عنده 3 ا4 مدربين بيغير عليهم صحيح يعني عمره ما هيغير وانا من نوعيتي ما بحبش حطة الرجل التاني دي بتبقى برضو انت او رجل تالت بتبقى بعيد جدا عن التدريب صحيح انما الحمد لله انا دورت الوقتي على حاجة الحمد لله بعملها بعمل شركة تسويق رياضي ممتاز والحمد لله ممكن الشركة اس عليها نادي كمان هاي وان شاء الله ده الطموح اللي انا هوصله بامر الله طبع عندك شركة تسويق لعبين وبقيت رئيس نادي اه ومعاك باجت محترم ميزانية محترمة تمام وقتلك اشتري خمس لعيبة من لعيب الدوري المصري ومعاك ميزانية مفتوحة اختار مين حاليا من اللعبة الموجودة والله هو في لعيبة كتير كويسة ولعيبة كبيرة ومحترمة يعني عندك زيزو من الناس اللي انا بحبها على مستوى الشخصي اشتري زيزو واحد يعني من الناس اللي انا بحبها عندك نفس فواحد في اخلاق عب شافي عايز اخلاقه اه طبعا ومهاراته وامكانات كبيرة بس دايما اللعيب لو هو مية في المية حريف ومية في المية بقصر الدنيا بس اخلاقه انا عاوز الحتة دي خمسين خمسين بس عندي هطلع منه حاجة ايه المشكلة صحية انما ما عنديش لعيبة عندي امكانيات عالية جدا وفي نفس الوقت عامل لي مشاكل كتير جدا مش هيفيدني اه مش هيفيدني في اي حاجة لا هيعمل لي خلل في الفرقة انما انا في الحتة دية في حتة الترقيب دية ارجع لسؤالك يعني زيزو من اللعيبة كويسة جدا عندك اه اه شيفه من الناس اللي انا اتمنى ليكون احمد توفيق احمد توفيق من عناصر الليلة اللي بحبها جدا كان فيه حازم امام حاجة روع يعني حازم بطل في توقيت برضه الونش الونش نوعيات اللعيبة الرجالة اللعيبة اللي هي بتخاف اه على اسمها بتخاف على ناديها اتمنى الناس كلها تبص للكلام ده يعني انا عاوز اقول لحاجة اوجه حاجة لعيبة نادي الزمالي اه انت بتلعبوا في نادي كبير اه نادي محترم نادي بيلعب على بطلات خاف على اسمك وخاف على جمهورك جمهورك اللي بيشجعك يعني انا شفت لقطة وانت خسران اتنين سفر كان لغاية اخر دقيقة الجمهور بيشجع اه يعني ده حاجة لازم بتحسب لجمهور ما فيش حد في لعيبة النادي الآلي تحبيبها معك اه اتمنى لا فيه حمد فتح من اللعيبة اللي انا بحبها جدا وعمل مباراة كبيرة للمطش اللي فات بصراحة صح اه من الناس اللي انا بحبها على مستوى الشخصي اللعيبة الرجالة انا اعاوز اللعيبة الرجالة مفضول اللعيبة اللي تخاف على اسمها واللعيبة اللي بيكل النجيلة مفضول ده اتمنى اه